السلام عليكم طلاب رياضي ومدارس الوطن العربي قد اشتقت لكم كثيرا كثيرا الآن يا ثالث سوف نقوم بحل تمارين درسنا المركز الصيفي ولكن قبل ذلك ما معنى العام؟ أحسنتم السنة ما معنى المواقع؟ رائعين الأماكن ما معنى يا ثالث ممتعة؟ أحسنتم مسلية هيا يا صغاري قم بفتح كتابك صفحة 83 من يقرأ لي التدريب الأول هيا يا مصطفى أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة رائع من يقرأ لي الكلمات الملونة الملونة هيا يا لما زيادتي أحسنتي أحسنتي المواهب مركزا المفيدة المطلوب في هذا السؤال أن نقوم بتعبئة هذه الكلمات في الجمل الموجودة أسفلها بشكل المناسب تقيم مدرسة كل عاما أحسنتي مركزا رائعين نكمل من يقرأ لي يا ثالث هيا يا أحمد يمارس الطلبة فيه النشاطات رائع المفيدة التي تساعد على تنمية المواهب المختلفة رائع نقرأ لي السؤال الثاني هيا يا راما أضع دائرة حول ضد الكلمة ما معنى يا ثالث ضد رائعين ضد أي عكس هذا يا ثالث يسمى أسلوب أحسنتم يسمى الطباق ثم ذكره سابقا في الدرس من يذكر لي بعض الأنثلة في درسنا السابق من يذكر لي بعض الأنثلة هيا يا إيلين انتهى بدأة رائعة فرحة حزنة أحسنت محمود الجميلة القبيحة هنا يا ثالث يجب علينا أن نجد ضد الكلمات المطلوبة السؤال مريحة ما ضدها يا ثالث هل هي متعبة أم هادئة نهاية جميلة أحسنت يا لما متعبة هيين محمود مجتمعة ما ضد مجتمعة هادئة متعبة محمود 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 ممتعة ما عكس ممتعة ما ضد ممتعة هل هي مسلية أم مملة أحسنتي مملة رائعين جمع التكسير هي كلمة تدل على ثلاثة فأكثر وسمي بجمع التكسير لأنه يغير ترتيب حروف الكلمة الأصلية بإضافة أو حدث حرف مثل قوارب مفرد بإضافة حرف الواو تصبح قوارب جمع قاب مفرد بحذث حرف الألف تصبح كتب جمع المفرد أسد جمعها أسود المفرد بيت جمعها بيوت المفرد مسجد جمعها مساجد قمنا بمراجعة جمع التكسير يجب علينا أن نقوم بحل هذا التمرين على نفس النمط موهبة هي عبارة عن مفرد ومواهب هي جمع التكسير موهبة مواهب الميس منطقة أحسنتي مناطق من يثلث هنا أطاني جمع التكسير مواعظ نريد أن نستخرج اسم المفرد من يستخرج لي هيا يا أحمد مواعظ مفردها مواعظة رائع هيا يا حنيطي منزلة مفرد جمعها منازل رائع هيا الآن التمرين الرابع هيا يا محمود أصل بينما في العامود الألف وما يتمم معناه في العامود با على نمط المثال نلاحظ أن في العامود ألف هي جميعها همزة ماذا يا ثالث همزة قطع أحسنتم سوف نقوم بإكمال الجمل حسب الموجود في الترس أحب المسابقات الثقافية أحسنت أزور المواقع الأثرية هيا يا لما أقرأ الكتب المفيدة رائعة أمارس أحسنت يا أحمد النشاطات المتنوعة هيا يا لما أقرأ أقرأ الكتب المفيدة رائعة أمارس أحسنت يا أحمد النشاطات المتنوعة رائعين السؤال الخامس المطلوب هنا يا ثالث هيا يا لين أكمل على نمط المثال علينا أن نكمل حل التمرين حسب النمط المذكور أمامنا شاهد مشاهدة نلاحظونا تنوين ماذا أحسنت يا خليل تنوين الفتح مغادرة مغادرة رائعة مساعدة أحسنت ساعدة سابقة رائع رائع يا زيد مسابقة مقابلة رائع قابلة هيا نراجع معان أسماء الإشارة هناك نوعان لأسماء الإشارة أسماء إشارة للقريب وأسماء الإشارة للبعيد أسماء الإشارة للقريب هي هذا هذه هؤلاء وهذان وهاتان لكن يدف عن أسماء الإشارة للبعيد أسماء الإشارة للبعيد ذلك هي اسم إشارة لإسم المفرد المذكر وسلك اسم إشارة لإسم المفرد المؤنف أولئك اسم إشارة للجماع أسامة أضع ذلك أو تلك في الفراغ على نمط المثال أحسنت قمنا بمراجعة أسماء الإشارة القريب وأسماء الإشارة للبعيد هنا يا ثالث ذلك وتلك هي أسماء إشارة لمن يا ثالث للبعيد أنتم هي أسماء إشارة للبعيد ذلك يا ثالث هي اسم إشارة للمذكر البعيد تلك هي اسم إشارة للمؤنف البعيد علنا يا ثالث أن ننتبه عند الحل على الاسم الذي يتبع اسم الإشارة يأتي بعد اسم الإشارة إذا كان مؤنفاً يحتوي على تاء المتصلة أو منفصلة يكون اسم مفرد مؤنف فيأخذ تلك لكن إذا كان اسم مذكر نقوم بوضع اسم إشارة للمذكر البعيد وهو ذلك هيا نبدأ بالحل معلمون نضع أحسنت ذلك هيا يا لؤي عمي اسم مذكر نضع أحسنت ذلك هيا يا قصي أبي أبي اسم مذكر نضع أحسنت ذلك ولدون اسم مذكر مفرد نضع ماذا يا ثالث أيضاً ذلك لكن معلمة تحتوي على تاء أي هي اسم مفرد مؤنف ونضع اسم إشارة للمؤنف البعيد وهو تلك نضع اسم إشارة للمؤنف البعيد وهي يا ثالث تلك أيضاً عمتي اسم مفرد مؤنف نضع لها تلك أمي نضع لها تلك أيضاً بنت اسم مفرد مؤنف نضع لها تلك تلك معلمة تلك عمتي تلك أمي تلك بنت لكن اسم إشارة للمؤنف البعيد ذلك معلم ذلك عمي ذلك أبي ذلك ولد رائعين